السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم في فيديو جديد تنتمنى هالفيديو يلقاكم في أحسن الأحوال تنتمنى اللي شوف هالفيديو ويعجبوا الدرس يخلينا واحد لايك ويخلي واحد الكومنتر لي شجعنا إذن لدينا صفحة 22 من منهل في الناشط العلمي للمستوى الثالث ابتدائي عنوان الصفحة وهو خاصية الهواء إذن هذا أول درس كان في الوحدة الثانية كما تلاحظوا الموضوع دياله هو خاصية المادة خاصية والدرس دياليوم وهو خاصية الهواء خاصية المادة وهي مجموعة من الدرس أول درس فيها هو خاصية الهواء كاراكتيريستيك دياله كاراكتيريستيك دياله خاصية الهواء لعه هو الهواء إذن الهدف التعلومي هو أكتشف خاصية الهواء لأبجيكتف ديكوفرار لكاراكتيريستيك دياله إذن أول حاجة نلاحظوا في الصورة هذه أول ملاحظة إذن هنا قالوا لينا أثناء تشغيل المدخة تمتلئ الكرة بالهواء ويزداد حجمها إذن تلاحظ بأن هذا الشخص أو هذا السيدة قام بتشغيل المدخة وهي هذه هي البومبة تنفخ بها تنشوفوها مثلا عن سيكليس تنفخ بها رواية تنفخ بها وهي المدخة سميتها لملء الكرة بالهواء باش نملؤ الكرة بالهواء إذن إذن في التساؤل التساؤل شنو غنديرو في التساؤل نقدروا نحطofجوا جديل التساؤلت إما نقولوا ماذا واقع عليه الهواء داخل الكرة كما تنشوفو الكرة تقدر تكون مفشوشة ومن بعد ما تنتمتلئ بالهواء ويلي الحجم ديلا حلاءك إذن نقولوا ماذا واقع عليه الهواء داخل الكرة أو نقولوا ما هي خاصيات الهواء إذن إذن نحن ن Chong boss ماذا واقع عليه الهواء داخل الكرة ماذا وقع للهواء داخل الكرة كل واحد يدر التساؤل دياله ماذا وقع للهواء داخل الكرة الافتراضات كينين بزف ديال الافتراضات كل واحد يدر افتراض لي انا على حسب السؤال اللي درت غادي نديره بانه من خلال الملاحظة تم الضغط ضغط نعلي الهواء داخل الكرة تم ضغط الهواء داخل الكرة تم ضغط الهواء داخل الكرة تم ضغط الهواء داخل الكرة اذا هو افتراضات إذن سأذهب للسؤال أو التجريبة كما تلاحظوا هنا أعطونا تجارب قالوا أن أحضر محقنة جديدة بدون إبرة لأن المحقنة عند الإبرة وأنجز المناولة التالية إذن أعطونا أربعة دي المناولات إحنا هيا غضي ناخدوا تجريبة وغضي ندروا غنحضروا المحقنة كما تلاحظوا هيا محقنة هنحاولوا ندروا به تجريبة من خلال هاد الصور الصورة الأولى والثانية والثالثة والرابعة أشنو قالوا أن في الصورة الأولى قالوا أن أجذبوا مكبس المحقنة لأملأه بالهواء إذا المكبس هدا هو المكبس وهذه هي الفوهى أي الفتحة دي المحقنة هدا هو المكبس هو هذا لنقدروا نخرجوا هلان هدا هو المكبس هدا البيض الفوهى دي المحقنة هي هادي هي هادي الفتحة دي المحقنة كما تلاحظوا هي هادي الفوهى دي العق وهدا هو المكبس هو هدا المكبس دي المحقنة إذا قالوا لينا أجذبوا مكبس المحقنة لأملأها بالهواء دابا كيفما تلاحظوا بأن المحقنة فارغة من الهواء كما شفنا المكبس وصل حتى الآخر المحقنة دابا بعد غان نجذبو أجذب المكبس باش تمتالئ بالهواء إذا كل ما جذبنا قمنا بجذب المكبس الهواء تدخل في هاد المكان من خلال الفوهى بحال هكا حنا تنجذبو تنجروا المكبس والهواء تدخل من خلال هاد الفوهى هدي وتيمتالئ هنا إذا كما شفنا هاد المكان ممتلئ بالهواء بحال هاتشك ممتلئ بالهواء هاد هي تجربة الأولى هنشدو الشجربة الثانية قالوا إنا أسدو أسدو فوهى المحقنة وأدفع المكبس قالوا إنا نسدوه بالأصبع دينا بحالكا نضغطو عليهم زيان بحال هات الشكل وغادي نقومو بدفع المكبس ندفعو المكبس القاوراسنا في الأول هدي تقدري تدفع بسهولة ولكن من بعد ما نقدروش ما نقدروش ندفعوه لأنه علاش لأنه حاصرنا الهواء ولا الهواء من ضغط ضغطنا عليه وقع عملية الضغط على الهواء كيف ما شفنا ما نقدروش وقع عملية الضغط ضغط على الهواء ضغطنا الهواء حاصرناه سدينا عليه من هنا الفوهة ودفعناه من هنا وقع نضغط الهواء كيف ما شفنا منين غادي نتلقو المكبس كيف ما شفنا ها هو ما نوقع؟ رجع الهواء انتشر داخل المحقانة رجع الهواء انتشر داخل المحقانة نتمنى يكون واضح لكم سنعودوا الجريبة هنا كما قلنا ممتلئ بالهواء قلوا اننا سدوا الفوهة كيف ما تنشد نلاحظوا ولكن نضغطوا مزيان بالأصبع ديالنا ندفعوا بحلقة بالأصبع ديالنا وندفعوا الميكبس ندفعوه بالأصبع ليد الأخرى حتى ما تنقدروش ندفعوه لأن الهواء منضغط مقدرناش ندفعوه لأننا ندفعو الهواء تدفعنا ولا محاصر الهواء ولا منضغط وكيف ما تلاحظوا ننطلقوا المكبس سيرجع الحالة دياله الأولى فالحالة تقول الهواء منتشر مرة ثانية نشوفوا العملية الملاحظة والجربة الثالثة أسد فوهة المحقنة وأجذب المكنس هذه اللي درناها احنا أصلا سبق لنا درناها قلنا مني كنا دفعنا المكبس دفعنا المكبس قلونا في الصورة الثالثة قلونا أجذب المكنس القادم المكنس بجربة بحلقة قلونا يعود الهواء للانتشار داخل المحقنة speeding أ stimulق Sugar أملئ المحقنة بالماء وأعدو المنولة هذه البحثة قلونا نعمر المحقنة بالماء ونعود التجربة اللي وقعت لنا في الهواء إذن هذي غدي ندرها بحدة غدي ناخد التساؤل ديال بنسبة لها التجربة هذو قال لنا أكتبوا ما حدث لحجم الهواء في الحالتين أي صورتان اثنان وثلاثة في هات الصور اثنان وثلاثة ماذا حدث للهواء ماذا يا صورة حدث للهواء كيف ما شفنا في الجريبة قلنا في الجريبة الثانية ها هي الجريبة الثانية هي عن بدأ بها اللولة أكتبوا ما حدث لحجم الهواء في الحالة ينصر نشوفوا الصورة الثانية ماذا حدث عن ديرها في الجريبة باش نعرفوا إذن كيف ما قلنا أسدفو هات المحقانة أسدفو هات المحقانة وأدفع المكبس بحالهاك بحالهاك كيف ما قلنا هاد المكان ممتلئ بالهواء ممتلئ شف الميساحة دياله هنا المكان كبير عمر بالهواء ولكن من بعد ما دفعنا المكبس غادي ولي واحد المكان اللي هو صغير بالهواء إذن ماذا حصل إذن نقص حجم الهواء مقص حجم الهواء هاو ما هكا حجم الهواء أكبر ولكن عند دفع المكبس أصبح حجم الهواء أقل أي نقص حجم الهواء إذن هنا في الحالة الثانية نقول نقص حجم الهواء إذن نأخذ التجربة الثالثة ها هي ونرى التجربة الثالثة ماذا حصل أفوال التجربة الثالثة ماذا حصل فيها قالوا لنا أسد فوهد المحقنة وأجذب المكبس إذن نسد كيف ما شفنا واحدة قبيلة بعد قليل بتأخص وضغط ً نعمل غدا ضغطنا على الهواء نجر انقص الهواء والمكبس قالوا انه اجذب المكبس وهي اجر بنشر ونشر probabilpp وينقص والتجرب ونشرح وسوف ماذا؟ ازداد حجمه ازداد حجمه اذا ازداد حجمه الهواء ولكن عند الدافع نقص حجمه وعند الجذب ازداد حجمه هذه هي العملية هذه هي الصورة الثانية وهي دفع المكباس فهذا الحال الهواء نقص حجمه والصورة الثالثة عند جذب المكباس اذا ازداد حجمه يعني الهواء ازداد حجمه الهواء اذا في الصورة الثالثة ازداد حجمه الهواء حجم الهواء تنتمنى يكون واضح لكم اذا هذو هي الصورة الثانية والثالثة قالوا ان اكتبوا ما حدث لحجم الماء في الحالتين اذا هذي تحتاج الى تجربة هي كذلك اذا احضرنا الماء ناخد المحقنة ونملأها بالماء كيف ما شفنا نملأها بالماء عند دفع المكباس هي الآن فارغة ولكن عند جذب المكباس عفوان بعد جذب المكباس ستمتلئ المحقنة بالماء كيف ما شفنا نقومه بالجذب تنتمنى يكون واضحكا احسن نشوفها بحال هذي الشكل نقومه بالجذب المكباس وهي ستمتلئ بالماء كما لاحظنا اذا هنا هذو حجم الماء كيف ما شفنا هذو حجم الماء اللي كان في هذ خدينا غير هذ نسبة من الماء غدي ندروا ليها التجريبة غدي نسدوا هذ الفوهة وندفع المكباس ندفعوا المكباس كيف ما لاحظنا بأنني عفوان هحنا سدين الفوهة أدفعوا المكباس ولكن من صعب دفع المكباس لأن ما نقدروش ندفعوا المكباس ما نقدروش ما نقدروش ندفع المكباس لماذا؟ لماذا؟ لأن الماء لا ينضغط الماء لا ينضغط عكس الهواء الهواء ينضغط مني كان عندنا الهواء كانت المحقانة ممتلئة من الهواء الهنا وقدرنا عملية الدفع دفعنا ضغطنا الهواء لأن الهواء ينضغط الماء لا ينضغط لأن ما قدرناش ندفعوا المكباس ما قدرناش باش نضغطوا الماء ما نقدرناش لأن الماء لا ينضغط عكس الهواء إذن قلنا ماذا حدث للماء داخلاً لأن الماء لا ينضغط لأن الماء لا ينضغط إذن لا ينقص حجمه عند الضغط الهواء ينقص حجمه أما الماء لا ينضغط ولا ينقص حجمه سوف نرى عملية الصورة الثالثة قالوا إن أسدفو وأجدب سوف نجدبو المكبس عفوان سوف نلاحظو لأنه سوف يوقع عند جذب المكبس كيف ما شفنا وقع فوقاعات كيف ما رضينا البد لأنه ما عمرتش الهواء هذيك المكان إحنا الليش بدنا منه المكبس ما عمرش لم يمتلئ بالماء كيف ما شفنا شوفوا حجم دياله أقل من هنا استنتج أن الماء لا ينقص ولا يزداد حجمه عكس الهواء يزداد حجمه وينقص إذا هذي هي جريبة قمنا بها تنتمنى تكونوا استفدتوا وحتى أنتم تقدروا تقوموا بهذه العملية وهي جيبوا واحد لم يحقنا وتقوموا بالعملية باش تقدروا تشوفوا بالملموس ديروا جريبة ديركم وتفهموا أكتر إذا هنا هن تساءلوا قالوا أن أكتبوا ما حدث لحجم الماء في الحالتين في الحالة الثانية والحالة الثالثة بعد لم يتغير حجمه الماء لم يتغير حجمه الماء معناه ذاك نسبة اللي عمرناها هذه الماء من اللي بغينا نقع لها دفع المكبس لم ينضغط الماء وعنده جذب المكنس لم يتغير حجمه المكبس لم يتغير حجمه المكبس عبوفوان وعنده جذب المكبس تنتظر على الكلمة يمشي وعنده جذب المكبس لم ينقص الماء ولكن ما تزاد ما أوقع له بحالة الهواء في الحالة الثالثة بأن المحقانة امتلأت كلها بالهواء عنده جذب المكبس أما عند الماء لم تمتلأ بقى نفس نفس الكمية دي الماء اللي كانت بقتها لأن الماء لا يتغير لا يزداد ولا ينقص نفس الكمية تبقى هي لم يتغير حجمه الماء إذن هذه تجربة اللي درناها قالوا لنا أذكر ما وقع لهواء في الحالتين الحالة الأولى والحالة الثانية ولا الحالة الثانية والحالة الثالثة عفوا الحالة الثانية والحالة لأن الأولى وهذه دي الماء إذن في الحالة الثانية أشوقع انضغط الهواء هنا انضغط الهواء نشوفه تجربة هنا انضغط الهواء ونقص حجمه هنا ضغط الهواء إن ضغط الهواء ولا ضغط الهواء ونقص حجمه إذن هنا إن ضغط الهواء ونقص حجمه لأن ننقص الحجم دياله إذن عنا في الحالة الثالثة الحالة الثالثة وشنو قلنا إزداد هنا يا في الحالة إزداد حجم الهواء لأن المحقنة عمرت بالهواء لأن تزاد حجم الهواء إزداد حجم الهواء وتوسع إزداد حجم الهواء وتوسع إذن هذه الحالة الثانية والثالثة في الحالة الثالثة إن ضغط الهواء ونقص حجمه وفي الحالة الثالثة إزداد حجم الهواء وتوسع 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 أخذ واحد المساحة اللي هي أكثر من الحالة الثانية اللي كان فيها مضغوط أي نقص حجمه إذن أذكر ما وقع للماء في الحالة 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 اللي جرنا لا تجرب هنا والحالة الثانية إذن في الحالة الأولى والثانية نفس لم ينضغط ولم يتوسع الماء موقع له لا انضغاط ولا توسع عكس الهواء لم ينضغط لم ينضغط ونضغط الحالة الثالثة ولم يتوسع عكس الهواء ولم يتوسع إذن ど ST leurunder أستخلص أستخلص يوجد في كل مكان حولنا ماذا يوجد في كل مكان حولنا؟ ماذا يوجد في كل مكان حولنا؟ كنا في المنزل، كنا خارج المنزل، كنا في الحديقة، كنا في المدراسة ماذا يوجد في كل مكان حولنا؟ يوجد الهواء الهواء يوجد في كل مكان حولنا هو الهواء يوجد الهواء في كل مكان حولنا قال لنا من بين خاصية الهواء من بين خاصية الهواء أنه قابل لماذا؟ قابل للإنضغاط والتوسع للإنضغاط والتوسع من بين خاصية الهواء أنه قابل للتوسع للإنضغاط والتوسع للإنضغاط والتوسع والتوسع إذن هذه هي خاصية الهواء أنه قابل للإنضغاط والتوسع إذن كما تلاحظوا، نشوفوا هذا البطاقة لنا في هذه الكلمة المهمة عنا هوا الهواء الهواء انضغاط كمبريسيون توسع إكسبنسيون الهواء كمبريسيون إكسبنسيون سألنك 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 أضع علامة في خانة الهواء المنضغط في الصورة اللي فيها الهواء منضغط الهواء منضغط إذن نلاحظو ربعا دي الصور 4 إيماج لدينا الأولى وهي عبارة عن قنينة قرعة كما تنشوفو هل هو منضغط أم لا كما تلاحظو بأن القنينة مفتوحة الفوهة ديالها مفتوحة إذن هنا الهواء تنتشر يخرج ويتخلر إذن هنا الهواء ليسا منضغط إذن هنا لآية لا يمفتح ليس هذا ما تريد لآية لا يمفتح إذن هنا ما ندلوح على الأم سوف أتنية دوء إمج آية دم الأيوان دون بيسيكليت العيوى داخل العيوى درجة ديال الدرجة هالوى لأيوان ايه كنتشي العيوى الهواء منضغط في الصورة الأولى بالمضخة حتى تمتلي فيسد الفوهة يسد الفوهة ديال لمكان اللي كانت يدخلها من الهواء إذاً تيولي الهواء داخل العجلة منضغط منضغط إذاً هنا الهواء منضغط هذي غاني ينديرو فيها العالمة لأنه هنا الهواء لأن الهواء منضغط نشوف هذي البالونة هذي نفخة هذي الهواء داخل البالون النفخة الكرة هنا كما شفنا بأن الشكل ديال النفخة تيكون صغير ولكن عند مني تنوضعه للفم ديالنا وتندخله فيه الهواء إذاً تتبقى تكبر بحل شكل كرة فألاحد وتنسدوها باش ما يخرج الهواء من الفوهة ديالها إذاً تيولي الهواء وسط هذا البالون هذا منضغط 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 يمكنك إضافة منضغط هذا منضغط ونبقوا ندفعو عليه حتى نزيرو في واحد المكان في واحد سوقو كان بالو ولا كورا ولا عجالة ولا ولا نقدرو حتى القنينة إلا كانت مسدودات يكون الهواء فيها منضغط ولكن هي مفتوحة كذلك هاد الهواء فيه ليس منضغط إلا هنا هنالهرنهى پاكوم في أMC هنا الهواء ليس منضغط م albeitش نديرو في العلم هاد او هاد ار دان زين بتي لار نيبا كومpu سي ار دان زين فار لار نيبا كومPUPU الآك え ار دان knife دو بيект ار ار بيه ار دان زين كان باكوم ihnenا ار دان زين والبالو إذن هنا الهواء منضغط وهنا في هذه الحالة تبجوش الهواء ليس منضغط إذن هذه كل ما يخص صفحات 22 من المنهل في النشاط العلمي المسور الثالث تدائي تتمنى الفيديو هنا الإعجاب ديالكم وما تنساوش ناش بلي لايك ولي كومنتر ولي بقي ما شارك في القناة يشارك باش يوصل لكم الجديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته